احنا لازم نوجه الرسالة اليوم قوة بقوة ولازم يسمعوها الفوق باللي راحيل بوتفليقة لا يكفي راحيل بوتفليقة هو عنصر من سلسلة من اشخاص واجهزة وعصابة وشبكة التي ادت بهذه البلاد لما نعيشه اليوم احنا كنا جمهورية بدون جمهور لمدة عقود وخاصة لمدة عشرين سنة وكانت الفضاءات مغلوقة كانت الجامعات مغلوقة النظر بالاستاذ النظر بالمعلم النظر بالمتقاعد المتعوق الطبيب كل شلائح الاجتماعية كانت ممنوعة واليوم الشعب اسس لجزائر جديدة احنا لابدنا باللي الجهاد العصغر الجهاد الاكبر ما زال اكيد ان هذا النظال هو النظال من اجل قيام دولة ديمقراطية يحكم فيها القانون يسمى فيها القانون تكون قواعد عامة تطبق على الجميع لا احد ولا سلطة ولا شخص ولا عصابة تعلو فوق القانون بعدما اسسنا بمراكبة مستمرة وقوية للشعب لتأسيس لهذه الجمهورية بآليات ديمقراطية بعدالة مستقلة تخضع للقانون ولا تخضع للعوامر تحمي مصالح الشعب ولا تحمي مصالح العصابة عندما نؤسس لهذه الدولة يكون الجميع يتمتع بالحريات يتمتع بالحقوق وكل من ارتكب جرائم جرائم اقتصادية جرائم سياسية جرائم بكل انواعها سيحاسب اولا وكل شيء لكن في الاخر في اخر المطاف نحن كمجتمع لنا اولويات حماية الوطن بناء ديمقراطية ونكون الجميع اليد في اليد لبناء هذه الجزائر الجديدة عندما تكرس الديمقراطية كل الفئات الاجتماعية كل المناطق كل الاحزاب كل الفئات النساء والرجال وكل الجزائريين يتحصلون في اطار دولة القانون على كامل حقوقهم اليوم هناك فضاعات شحال ما كناش نشوفوا هكذا الجزائريين يعبروا على المشاكل تحم ما كناش نسمعوا بهم كانت الاجهزة الامنية بنات 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 جيدار حتى خلات خلات الناس ما تخدرش تتكلم بينتها وهذا النظام كان استعمل استعمل الحيل والاساليب البوليسية لجعل كل الاحتجاجات هي احتجاجات جزئية يتعامل مع الفئات بجزئية لم يترك المجال للجزائريين انهم يكونوا هذا المجتمع لم يترك المجتمع الجزائري انه يجتمع يجتمع على قيم يجتمع على مبادئ يجتمع على مشروع لأول مرة حررنا هذا الفضاء لنؤسس لدولة سيكون دولة للجميع